الاهل المسافر يمكن من الاخبار اللي كانت في اخر لحظة تخلف مروان محسن مهاجم الاهلي عن السفر مع الفريق لانه مروان اشتكى من بعض الالام في الرجبة بيتسو موسماني اختار القايمة اللي سافر بيها دلوقتي اللي موجودة علاماتنا الطائرة فيها محمد الشناوي وعالو لطفي وحمزة علاء ورمي ربيع وياسر ابراهيم وبدر بنون ومحمود متولي وسعد سمير وآيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني واحمد رمضان بكهم وعالي معلول وعمر السلية وقاليو ديانج وأكرم توفي وحمدي فاتحي ومحمد مجدي أفشا وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجيه وصلاح محسن ومحمد شريف وولتر بوليا عارفين كلنا انه يمكن من الاسماء اللي دخلت في القايمة باشواندس حمدي فاتحي يعود ويسافر طبعا جونيور أجيه تأكيدا لعودته شارك في جزء من المباراة الأخيرة وكمان وجود علي معلول في قائمة المسافرين انتم عارفين ان النادي الآلي حيلعب مباراة ساندونز ويطير مباشرة من بريتوريا إلى الدوحة عشان يفضل موجود في قطر لحين مباراته اللي جاية مع نهضة بركان في يوم 28 على كأس السوبر الأفريقية قايمة تستكمل قوتها باشواندس بحمدي فاتحي وعلي معلول ملاحظاتك عليها ايه؟ ملاحظاتي اولا الحمد لله على عودة الثلاثي أجيه وعلي معلول وحمدي فاتحي ايه؟ وغير معقول ان الناس متصورة ان اللعيبة اللي راجعة من إصابات وغابتها دي الغايبة الطويلة هترجع في التميدي هتجاز في المباريات يعني كنا تملي في موتشات ودي عشان الناقيين يستردوا لأقل البدنية الفنية مش موجودة فلما تبتدي تعتمد على المباراة الرسمية وتقدم اللعيبة الناقيين دول الناس مش متحملة ان حد منهم يظهر بأقل من مستوى الفردي اقول ان دي يبقى على حساب جماعية الفريق حتى يعني الناس لازم تدرك هذا يا جماعة احنا ما عندناش وقت نرجع اللعيب وعشان نحدث الانسجام واستكمال الفورمة الفنية في المباريات مفيش وقت فالمطلوب ان احنا نستحمل هذه الهزة في الأداء علشان الحمد للان احنا بنحقق الأداء الاستراتيجية من هذه المباريات حتى الآن مش عايزين بقى القصوى اللي ماليش دعوة كلمة تاني ماليش دعوة بابا انا عايز عربية يا ابني ما عايش دانا مديون انا ماليش دعوة لأ ماينفعشي انا عايز اتجاوز لأ ماينفعشي ان ما كنتش تدرك قصرتك وظروفها يبقى مش انت الابن البار مش انت الابن البار ترجمة نانسي قنقر